اهلا بكم كل متابعينا بداية من بكرة نشوف موجة جديدة من التقالبات الجوية اللي احنا حضرنا عنها الجو هيسقع بشكل جبير والناس كتير هتبتدي تشغل الدفيات تشغل السخنات وللأسف الشديد الناس كتير بتستخدمها بشكل خاطئ تماما وده بيؤدي في النهاية لكوارث لقدر الله يعني ربنا يغير عنها طيب الحقيقة ان الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس احدى شركات قطاع البترول اعلنت عن مجموعة من الارشادات العامة بعد تحذير هيئة الارصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة من التقالبات الجوية اعتبارا من مساء اليوم الاربعاء تبعت الشركة وقالت ننصح العملاء بضرورة الحفاظ على التهوية الجيدة على وجه العموم للحفاظ على الصحة العامة وعدم اللجوء الى غلق النوافذ والابواب بشكل كامل باماكن السكن ولا سيما عند استقدام الدفيات او التدفئة بالفحم او حتى السخنات التي تعمل بالبوتجاز اشرت كمان الشركة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه فيما يخص السخنات التي تعمل بالغاز الطبيعي فيجب للتزام بالارشادات المرفقة والتي تتضمن الاتي خلينا نقولهم واحدة واحدة مع بعض واولهم عدم العبث نهائيا بالمهام الغاز الطبيعي او اللجوء الى اشخاص غير مؤهلين لتعامل معها او استخدام خامات غير معتمدة زي خامات سباكة على ان يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة طيب دي كانت اول حاجة ثاني حاجة عدم تسويت او عفوا عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخنات زي الهوية نهائيا اذ يلجأ بعض العملاء الى الغائها او سدها بمعرفتهم وخصوصا مع برودة التقص في مثل هذه الايام خلينا نروح لثالث حاجة وهي عدم الغاء المدخنة الخاصة بالسخان المركبة فوق السخان لأي سبب من الاسباب اما عن ثالث حاجة عدم استبدال اجهزة السخان او البوتاجاز وتحولهم للعمل بالغاز الطبيعي عن طريق العميل اما عن خامس حاجة التأكد من غلق سنابير المياه السخنة حال انقطاع المياه الامر الذي قد يؤدي في حالة عدم غلقها الى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف وبدون علم العمل اما يعني الارشادات الاخرى خليني اقولها لحضراتكم ولكن دول كانوا اهم خمس ارشادات من الشركة طيب للأسف الشديد من الخطر جدا غلق فتحة التهوية بالحمامات ليه بقى؟ لا يجب غلق المدخنة القصة بالسخنات لان ده هيؤدي لتناقص الاكسوجين وتزايد كمان او الاكسيد الكربون وده سبب في الوفيات بسبب السخنات ده اللي بيقولوا عليه القاتل الصامت لانه يعد غاز اكسيد الكربون هو القاتل الصامت لانه بيتفاعل معقرات الدم الحمرة ويسبب اختناق ينتج من غلق الحمام والسخان وبيحتاج السخان لأكسوجين للتسخين او الاكسوجين للتسخين فيتم تفاعل البخار مع غاز اكسيد الكربون وبيؤدي الى اختناق او اي حاجة تاخد الاكسوجين في الهوى تتحول الغاز او لغاز اكسيد الكربون وبيسبب اختناق ويؤدي الوفاة هي دي بقى العملية اللي بتحصل لما حد بيتخنق في الحمام وبيتوفى طبعا للأسف الشديد كل كان البعض بيقول ان الغاز هو المتسبب في الوفاة ده مش حقيقي لان المركز الاعلامي المجلس الوزراء كشف انه في ضوء ما تردب من انباء بشأن تسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخنات في حالات اختناء للمواطنين تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية وللنفت تلك الانباء تماما واكدت كمان انه لا صحة لتسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخنات في حالات اختناء للمواطنين مشددة على سلامة وجود يعني كافة توصيلات الغاز الطبيعي بالمنازل وكمان مطبقتها لكافة معيير الامان العالمية وان الغاز الطبيعي غير سام وله رائحة مميزة يعني تكشف عند التسريب مؤكدة ان حالات الاختناء اللي بيتم رصدها لا ترجع لوجود اي تسريب وصلات الغاز الطبيعي بالمنازل يعني طبعا جريتنا خلي بالنا كلنا خلي بالكم من نفسكم وربنا يسترها على الجميع يا رب شكرا لكم كل متابعة تلفزيوني ويوم السابع كنتم مع حضرككم انا شروعه دي وانتظرونا على مدار الساعة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة